السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا طلابنا الكرام اليوم جلستنا الوزارية مش طويلة معاكم درس 11 درس 12 درس 13 تعالوا نشوف الدلائل الشرعية الموجودة فيها هاي الجلسة ان شاء الله تعالى خفيفة رطيفة وباب نطول عليكم بسم الله درس 11 بتكلم عن القيم التربوية تمام بتكلم عن القيم التربوية الجزء الأول اللي رح يكون فيه نوعين من القيم التربوية في عندها قيم إيمانية وفي عندها أخلاقية وسلوكية هاي اللي بتنظم علاقة الإيمانية بينه بين الله وهاي الأخلاقية بين الناس طيب نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يلا أنا حاطت لكم إشارات عند أسئلات الدلائل زي السؤال 10 واحدة من الآتية ليست من السلوك الإيجابي نحو البيئة نحو البيئة تمام يعني كلها نحو البيئة ما عدا أنين رح تكون فيه منهن رح تكون إيمانية تعالوا شوفوا إن قامت حلوة هي قامت إن قامت الساعة وفي يدي أحد يكون فسيلة فإن يستطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها لا هاي بيئة تمام فسيلة يعني شجرة تمام دخلت امرأة النرة في هرة تمام برضو هاي جماعة الخير في قضية البيئة ما هذا السرف ما هذا السرف الإسراف في الماء جزء من البيئة والله لا يتمنى هذا الأمر هاي هاي بكتور هاي تشير إلى القيم الإيمانية تمام تمام الثقة بالله والتوكل عليه هاي هاي إيمانية الثقة بالله والتوكل عليه في عنا زيها رح نشوفها والدلائلها في هذا الدرس وفي هذا الدرس في هذا الدرس بالدات أنا مكررها مرتين عشان يرسخني براس الطالب عشان يفهم لحاله أنه في سؤال وزارة من هنا طيب وعندك كمان دكتور محمد يلا إلا تنصروه فقد نصره الله أها فقد نصره مين الله إذا أنا بتكلم عن إشي بيني وبين الله إذا إيمانية والإيمانية شغلتين عندنا في درسنا إما الإحسان وإما الثقة بالله والتوكل عليه تعالوا نشوف عن الموجود عندنا إلا تنصروه فقد نصره الله تمام هاي مش الإحسان هاي الثقة بالله فقد نصره الله إذا في نصر من الله عز وجل إذن هاي نتكلم قيم إيمانية الثقة بالله والتوكل على الله عز وجل يلا وين عندك دكتور أن تعبد الله كأنك تراه فهذا الإحسان حفظنا إياها الدكتور أبو العسل حكينا هذا تعليق الإحسان تمام والإحسان إيمانية يلا هاتنسوف قيم إيمانية الإحسان أول وحدة أول خيار عندنا وانطلقنا سؤال خمستاش والله لا يتمن ارجعنا مرة ثانية هو أنا تكلمنا أنها قيم إيش إيمانية تمام هاي الثقة بالله والتوكل على الله عز وجل وينها إيمانية با موجود دكتور لحالك بتعرف الجواب لما تتبع مع أبو العسل بتعرف لحالك الجواب إلا تنصره فقد نصره مين الله إذا إيمانية ولا مش إيمانية إيمانية وحكيت إياها هس قبل شوي أنها الثقة بالله عنده ثقة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رح ينصره وأن الله عز وجل رح يبعد عنه الأعداء وينها إيمانية ثقة بالله والتوقع على الله عز وجل في قضية الهجرة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات هاي الأمانات سلوك إيجابي مع مين مع الناس تمام إذن أخلاقية وسلوكية خلق كويس سلوك تمام أخلاق مع الناس إذن أخلاقية وسلوكية الأمانة وينها جيم أنا حالك بتحل تلاقي الوزارة بتغششات إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شجرة صغيرة إذن هاي إيش هذا سلوك إيجابي نحو البيئة تمام والبيئة أخلاقية وسلوكية وينها هايها موجودة في دال أخلاقية وسلوكية سلوك الإيجابي نحو البيئة دخلت امرأة للنار في هرة برضو بيئة أخلاقية وسلوكية البيئة وينها برضو في دال سلوك الإيجابي نحو البيئة سؤال 20 ما هذا السرف يا سعد السرف في الماء والبيئة الماء جزء من البيئة أخلاقية وسلوكية إيجاب سلوك إيجابي نحو البيئة خلص الدرس خلص خلص تعالوا لي على الثاني نحن نتكلم اليوم عن المهارات قيم المهارية الاستئذان ثلاث أنت بتستأذن عشان الناس ما تزعل منك وتبني علاقة كويسة معهم إذن بناء علاقات وينها هيها بناء علاقات إيجابية مع الآخرين حلو ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك لو كنت إنسان شديد وزنخ في التعامل ومكر في التعامل الناس بتهرب منك ما بتبني علاقة كويسة مع الناس فلذلك لنزم تكون ليل الجانب عشان تبني علاقة كويسة بم تبني علاقة بناء علاقات لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم عشان تبني علاقة كويسة مع بعض أفشوا السلام بينكم بناء علاقات إيجابية مع الآخرين وين في كمان الله 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 ما لا ناما ولا سوى الله كل ما ناديت يا رب تعالوا نشوف قال يا عبدي أنا الله 16 ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البديء المسلم يتعامل مع الناس بإحترام بأداب بأخلاق تمام طيب شو البدومية يشير إلى أداب أحد أداب الحوار الاستماع جيدا للآخرين دعم الرأي بالحجج العقلية التحدث بإحترام طبعا بالوزراء ما فيه إشي اسمه لا شيء من ما ذكر أو جميع ما ذكره صحيح ما بيجبون ناش تمام الآية الكريمة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسوب الحوار مع غير المسلمين باللطف واللين شو هي الآية التي تشير إلى ذلك تمام وكاد النبي أن يهلك نفسه في سبيل دعوة قومي يهلك باخع باخع مهلك حكرنا إياها الدكتور بالشرح وينها فلعلك هايها آلف دكتور محمد فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا طيب اغتنم خمسا قبل خمس شو بده يغتنم الواحد يغتنم وقته إذن هاي شهرة الوقت هاي وينها مهارة إدارة الوقت تمام هاي كنا نربطهم شو عندك دكتور محمد هات نشوف ثلاث وعشرين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كان ياها الدكتور هاي قضية راع مسؤول وحاكم ومحكوم والرجل راع في بيته والمرأة رعيتهم في بيت زوجها تمام هاي الدلالة على أن الإنسان القائد تمام عنده مسؤولية وين القيادة هايها القائد القيادة تبسمك في وجه أخيك لك صدقة مهم جدا تمام تبسمك في وجه أخيك صدقة هذا إيش أنا بتبسمي بوجه الناس حتى أبني علاقة حلوة مع الناس إذن بناء علاقات إيجابية مع الآخرين خلص الدرس 12 تعالوا لدرس 13 نجمع لكم إياه بسطحة هون أكماً وحدة واذكروا نعمة الله جايب لكم السؤال أنا شو المقصود بنعمة الله لنعمة الهداية للإسلام إذ كنتم أعداءاً تمام فألف بين قلوبكم من خلال الإسلام صح؟ مصبوط روح لعى الدلائل الشرعية يا دكتور 11 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ركزوني عليها إلا وأنتم مسلمون لا تموتوا اثبتوا على الإسلام وعلى الخير حتى تموتوا اثبتوا هي الثبات الاستقامة والثبات وينها؟ با الاستقامة والثبات هلو الآية التي أمرت المسلمين بالتمسك بالإسلام آه تمسك يعني وردته بالآيات اعتصموا واعتصموا بحب لله جميعاً صح؟ وينها؟ ويعي هرين هم اعتصموا بحب لله جميعاً حلو دكتور الآية التي أمرت المسلمين بالاستقامة والثبات على الدين حتى الوفاء هس حكناها قبل شوي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تمام؟ إذن أمرت بالاستقامة وثبات على الدين حتى هيها ولا تموتن إذن جبونا إياها كاملة ومع ذلك بحطة بألف هذه الآية التي دعت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وين؟ ولتكم منكم أمة يدعونا إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عنهم يدعونا إلى الخير هيها بس أبو العسل ذكي شوي ما كمل لك إياها عشان ما يغششك الدعوة إلى الخير هي نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآية الكريمة التي حذرت من التنازع والتناحر لأن التنازع والتناحر سبب التفرق والاختلاف سبب التفرق يعني ولا تكونوا كردينة تفرقوا واختلفوا صح؟ وينها؟ وينها؟ هايها يا دكتورنا يا حلو يا كنافي أنت يا عسل حلو طيب وما تبقى هاي مش دلائل شرعية تمام؟ طبعا واعتصم بحبل الله جميعا تشير إلى أهمية إيش؟ المسؤولية المجتمعية تمام؟ يعني أسئلة إجاباتها موجودة عندكم هي خلصت لكم الجلسة الوزارية الثالثة قصيرة خفيفة لطيفة تمام؟ تبقى عندي خمس دروس نختم لكم الفصل الأول بإذن الله تعالى يوم الجمعة أختم لكم مياه أنا أجي مع الدكتور محمد أبو العسل إحنا اليوم الجمعة الخير 24 يوم الأربعة بكرة عطلة رسمية بنسبة يدي الاستقلال كل عام والوطن بألف خير والملك بألف خير وصحة وسلامة للجميع نلتقي على خير إن شاء الله تعالى دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته